العراق أساساً هي دولة غنية بالغاز الطبيعي مجموعة الاحتياطات تصل إلى 132 تريليون قدم مكعب من الغاز لكن ما يحرق من الغاز هو يصل إلى 1600 مليون قدم مكعب كل يوم 1600 قدم مكعب وفي نفس الوقت يستورد 50 إلى 70 مليون قدم مكعب ما معنى أن العراق يحرق من الغاز الطبيعي خمسين مرة أكثر 30 مرة العفو أكثر ما يستورده من الإيران وبالتالي لو كانت مشاريع استثمار الغاز متقدمة وبدأت قبل حوالي 20 سنة كان الآن العراق في مرحلة تصديد الغاز كان ممكن يصدر مليار قدم مكعب من الغاز بدلا ما يستورد 50 إلى 70 مليون من الجارة إيران هذا الخمسين سبعين كمية ليست كبيرة حق الواحد في قليم كردستان انتاجه لأنه يصل 350 إلى 400 مليون قدم مكعب وبالتالي أي بعملية تنسيق بسيطة في مالاتو فرط إيرادة سياسية ممكن توفير هذا الغاز بدلا ما نستورده نأخذ الغاز الذي ينتج فيه محافظة سليمانية ونسد حاجة الخطات التي تعمل الغاز هذه مهمة خلينا نوقف عندها حق الواحد بإقليم كردستان قادر الأمر الآخر بس حبت إضافة بس هذه جملة كرر لياها هذه مهمة إضافة بسيطة وراح أنطيك أنه حق الواحد بإقليم كردستان قادر على أن يسد حاجة العراق من الغاز ويجعل العراق يستغني عن الغاز الإيراني ممكن يستغني عن الغاز الإيراني لكن لا يسد حاجة العراق حاجة العراق ممكن كما جاء في تصريح سيد رئيس بزراء أنه ممكن نوصل لمحل الاكتفاء الذاتي خلال ثلاث سنوات وبعدها نعود للتصريح إلى خمس سنوات لكن الكمية القليلة تستورد من إيران هذه ممكن تغطيتها أما بشكل جاهز من الحق الذي ينتج الآن في إقليم كردستان أو بمشروع Total Energy الذي في مراحل الأولية ممكن ينتج 300 مليون قدم مكعب وخلال خمس سنوات 600 مليون قدم مكعب هذا ما معناه ينتج حوالي سبعة ضعاف ما يستورد من إيران لكن لنصل إلى النقطة المهمة نحن لازم نحرق الغاز بنسبة كبيرة حتى شركة شركة Total بعد ما تصل إلى طاقة القصولة 600 مليون هذا ما معناه إحنا أوقفنا حرق 40% فقط من الغاز الذي يحرق فقط حتى للإشارة إلى حجم الثروة التي تهدر وعموما فتصيح ما يستورد من غاز هو 3 مليار دولار فقط لكن أيضا ممكن توفيرها فيما لو كانت المراحل مشاريع عزل الغاز المصاحب النفط تقدمت أو لو كان هناك تنسيق مع هذا الحق المنتج في إقليم كردستان لكن مثل ما قلنا لأنه الأمر يصب في مصلحة أجار إيران قد لا تكون هناك إرادة سياسية جادة في حل هذه المشكلة وبالتأكيد توجد جهات تعمل على إبقاء العراق مستوردا للغاز والكرباء من إيران لأسباب معروفة لكن نحن نفضل أن تكون هناك إيثار للمصلحة العراقية في هذه الظروف اللي هو مطمح جميعا كما يفترض ترجمة نانسي قنقر